أود أن نناقش إحدى القطاعات التي سعى فيها المغرب بوضوح إلى تحقيق الاستقلال والسيادة من بين تلك القطاعات قطع الطاقة هناك سياسة متميزة في مجال الطاقة المتجددة يعتبر مشروع نور مثالا بارزا في هذا الصدد ما هي النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع وما هي خطط المغرب للمضي قدما في هذا المجال تحت قيدة جلالة الملك تم تطوير هذا المشروع اليوم يحتل المغرب مكانة متقدمة في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة حيث حققنا حوالي 40% من خالط الطاقة المغربية الإجمالية من الطاقة الشمسية والريحية لدينا طموحات أكبر للوصول إلى 52% في غضون بضع سنوات من بين أولوياتنا كذلك وكما ذكرتم الهيدروجين وهو عنصر هام يشكل موضوع عرض يتم إعداده حاليا للمستثمرين من قبل المغرب والذي سيكون جاهزا على الأرجح قبل نهاية العامة وسيتم تقديمه لجميع صناع القرارة هناك أيضا مشروع الغازي طبيعي بين نيجيريا والمغرب الذي يمتد عبر عدد من البلدان الإفريقية سيساهم هذا المشروع في تنويع مصادر التزود هذه هي العنصر التي سيعتمد عليها المغرب لبناء عرضه المستقبلي في مجال الطاقة لدينا حاجة مليحة إلى الكهرباء للسنوات العشر المقبلة وهناك استثمارات ستتم في هذا الصدد نأمل أن يشارك فيها القطع الخاص تحدثنا سابقا عن دور هذا القطاع فالقطاع الخاص يتمتع بالقدرة على تحمل هذا النوع من الاستثمارات والمغرب يطمح إلى أن لا تتجوز حصة الدولة الثلثة من نسبة الاستثمارات في حين ترتفع حصة القطاع الخاص إلى الثلثين لذلك فنحن نقدم امتيازات لتحفز المستثمرين كما نشجع الشراكة بين القطعين العام والخاصة لأننا نظن أن الدولة يجب أن تركز اهتمامها على مهمتها الرئيسية في توفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال وغيرها والسماحي كذلك للقطاع الخاص بتوفير الموارد اللازمة للتنمية واستغراب رأيسية لتخصص دانيسيق نحن نحن نتعلق ت Platنسيق هؤكثم من عمله نحن ن ресفكت اشتركوا في القناة